انا سألك سؤال كده اعطى الراديو بعد كده هكمل معاك بشكل عام هل الزمالك كان ممكن او مجلس إدارة الزمالك كان ممكن يتراجع عن قراره ويلعب مباراة الاهلي؟ لو انت كنت موجود في مجلس إدارة نادي الزمالك بصة كريم الكرة علمتنا واحنا حتى بنحلف الاستوديات انت طالما مش داخل في الموضوع او متواجد مع الجلسات السرية انت مش صاحب قرار لكن احنا بنشوف لقيتك مش كاملة تقصد اه طبعا مش كاملة خالص تماما ايه ده هو في ايه اللي حصل لكن بغض النظر انا كان نفسي يتلعب انا واحد من المحللين او واحد من الناس كان نفسي اشوف الاهل والزمالك بلعبوا كرة ان هما مايلعبوش ده خطأ كبير جدا انا اداء افسروا من بره من بره لكن هما حاسين بايه هما قرارتهم ايه هما 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 لكن في حاجة بان ده واحد بس يعني ده اللي اقدر اخده عليه بس ان الجمهور سخن وسخن مجلس الادارة وحسيت ان فيه طلاق ما بين مجلس الادارة و جمهور ده جميل خلي بالك لا تحس بالناس اللي موجودين حصاتها زمالكوية ده شيء جميل جدا لكن قرارات اللي على الترابيزة عمرها ما تتاخد من على السوشيال ميديا او تتاخد من نهية انا عشان ارضه جمهوري لا خالص انا ارضه نادية مصلحة النادي فين عواقبها ايه ايه الدنيا فمعرفش قال هو خدوة على اي اساس عشان كده انا محبش ادخل في قرارات كمجالس ادارة او 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 عشان دي انا عارف ان فيه حاجات لا يمكن لنا ولا انت ولا حد يعرف طيب هل المشكلة عندنا في كرة القدم المصرية هي بتبقى مشكلة افراد ولا مشكلة نظام ولا مشكلة الافراد اللي بيحطوا النظام ولا مشكلة ايه عشان الناس تقولك ايه ناس تقولك ايه شيل الكابتن فلان شيل الكابتن لا 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 مشكلتنا كريم ان عبدالزار ده شغلته محلل مثلا اه في قناة اونسبورت صح وكريم مزيع يجيب عبدالزار يخليه مزيع ويجيب كريم يخليه محلل بتحط الاماكن اللي لا يصلحوا في الاماكن اللي يكون موجودين فيها الكوادر اللي موجودة عندنا مش محطوطة في مكانها زي لعبة الكراسي زي مثلا انت النهاردك عندك منظومة كمجلس ادارة ومدرب ولعيبة صح ده المسلس اللي احنا دايما بالابن عليه النادي اللي موجود بتلاقي لعيبة بتدخل في التشكيل ولعيبة بتدخل في مجلس الادارة ومجلس الادارة بيقول المدرب ما تغير فلان خلاص الكراسي خلاص اتغيرت تماما لو كل واحد يلعب دوره المنظومة دي هتمشي زي الفل تماما لان احنا بقل مجهود بتتكلم دورة ابطال افريقيا دورة ابطال افريقيا كونفدرالية بطل كونفدرالية من عندك موجود بقل حاجة بقل مجهود بدورة عشوائي بنظام مفيش اكتر من كده عبس لكن لو انت حطيت الكوادر صح في المكان الصح انا صدقني والله العظيم تلاتة انت لا تقل عن اي دول انا اقولك عربية دلوقتي احنا بقنا انقرن دلوقتي بالدول العربية وانتقرن بالدول الافريقية طيب حط بس الراجل المناسب في المكان المناسب بس ف sécurité فيه جملة دائما بتتقول والله ايه احد يقولك ايه احنا محتاجين كابتان عامل حسين نشوف رئيس لاجل المسابقة تانية محتاجين لاجل الحكام نشوف رئيس لاجل حكام تانية محتاجين للربطة نشوف رئيس رابطة تانية رئيس الاتحاد نشوف رئيس الاتحاد تانية لما الناس بتقولك كلام دوة يقولك فهو من البديل انت عارف انا نفس فئة كريم يطلع حاجة اسمها العمل العام يعني ايه شغل احترافي بمقابل لا 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 انا مش عايزك حبيبي انت بتجري بتموت نفسك وبتدفع فلوس وي 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 عشان تبقى اسمك ايه بعمل عمل عام انا نفس ده يروح من مصر كلها مفيش حاجة اسمها عمل عام يا جماعة مفيش واحد بن قدم مش مستفيد من البوزشن بتاعه من المنصب بتاعه موجود مفيش حاجة اسمها عمل عام عمل عام ازاي وانت بتدفع وبتجري وبتجيب 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 عشان تبقى في المنصب ده وانت اصلا غير مؤحد بالموضوع ده فانت النهاردة بلاش يا جماعة عمل عام ده ابوس ايديك وخلاص سنين طويلة قوي انا في الاخ خالص حجته في الاول والاخر ايه انا عمل عام انا اتقاد راتب لا ولو انا ساعدتك وطورت الكرة المصرية فدي جد عنا مني فدع يعني هو بيمني عليك كمان يعني هو بيمني عليك كمان يعني انا سايب مصالحي وحاجتي ومالي وشغلي وجاي باشتغل وانت جاي تنتقد لا انا عاوز واحدة تفعله فلوس بس يبقى برفشته راجل محترف راجل شغلته ان يدور مثلا المسابقات شغلته السيفيت تاعه كده انا مش عارف بس هو احنا ليه ما نجيبش يعني كوادر من برة لحد ما نتعلم منهم ما ايه رأك نقلد طب ايه رأك نقلد يعني بص اسأل حاجة في الدنيا ان انت تقلد مثلا الدور المغربي مثلا تقلد التجربة المغربية طب انا جبت رئيس لانت حكام اجنابي ما عجبكش مش بكلم الكابتال عبزوهر اديله بص بص ما متقولش كده بقى ما متقولش اجيب مدير فني واجيب له لعيبة قليلة واجيب له ممكنك وفر له من مناخ المناسب وفر له من مناخ انت النهاردة لو جبت مين ويدرب فرقة بس الفرقة دي ما عندهاش امكانيات لعيبة ما عندهش رواتب اللعيبة هيشتغل زي الرجل انت وفل له بس وفل له المناخ المناسب هتلاقيه اشتغل زي الفل تمام وتقرب كتير يعني انت شاب مثلا على سبيل المساء الرئيسة هجل الحكام الحالي هو شخص ناجح بس ما عندهش امكانيات لا هو مش ناجح ما عندهش امكانيات هو انا امن واجهة نظر انا برضو انا ما عرفش الداخليات عشان كده انا بشوف دي انا هجيلك عند الداخليات بعد شوية انت راجل كنت مدير رياضي في مدير رياضي كنت مدير رياضي في المصري بوزيشنز كتير كادارية واكيد كنت بتحتكب هذه الأمور يوميا يعني بس انا بكلمك بلوقتي من برا انت شايف ان لاجه الحكام الحالي هي لاجه الحكام ناجحة انا هقول لك في رئاسة بيريرا انا سألك سؤال فضل ايه رأيك في الحكام بتاعتنا لما بتروح افريكا ومطلوبين في أكبر الدربيات اللي موجودة امتياز كسروا الدنيا في البطولة ايه رأيك ليه هنا كده وليه بما طلعوا هنا كده نجحوا ليه انا بقى عايز اعرف ترحرك يبقى ايسا انت عندك كواليتي كويس يبقى انت معارش تستخدمه صح ولا ولا ووفرتلوش المناخ المناسب هل تعلم ان الحكام دول ما قبضوش بقاله مادة كام ولا ايه نظر اه بيعودوا فترات كبيرة فترات ويلة ايه طب اقول لك على حاجة اقل حاجة خالص المدرب ده بيتمرن فين في ناديب لا ناديب المدرب ولا الحكم الحكم ده بيتمرن فين الحكم ده بيتمرن فين لا ما انا بقولك اه بيتمرن فين ما اتمرنش في حيط طب لو تصاب مش معرض ما هو زيه زي العيب بيبزل ما اقول لو تصاب بتعالج فين بيروح ايها ده خاصة يتعالج فيها لا 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 المدربين عندنا بيروحوا الاندية بيروحوا الاندية تتعالج اه و بيروحوا يتمرنوا في ملاعب الاندية فانت النهاردة في حاجة مابل كده قال لي كمان انا عشان اروح مسلا مباراة في ستاد بورج بيروح بعربيته فبيروح سايق مفهود ينزل كمان هو ما فيش عربية بتوديه ما فيش باس ولا حاجة انت بتقول لقل حاجة طب انا مفروض ابقى معاه عربية المفروض يبقى معاه عربية بتوديني ده قال لي حاجة ده اللي هو الحاجة الانسانية الحاجة الانسانية ان انت النهاردة هتسوق حصل لك حاجة في الطريق لا اقدر الله انزل بقى غير العجلة انزل غير العجلة لا لا مهازل فانت مش عطله حقه انت عطله مش عطله البوكت ماني بتاعه اصلا تماما طب هو ده بيتغدى فين قولي كلا لا اسئلة كتير جدا احنا بنحكم بس في الاخر خلاص احنا عايزين وحكم زي الناس بتوع اوروبا لا هم الناس هناك بير هنا خالص تماما انت عايشه في الجو ده وخليه بروفاش فيه حكم مش موظف لا كل حكم فيه حكم اسمه محترف لا اللي هو ما بيشتغلش غير التحكم طب ليه بقى مجالس الادارة تقول عليها ده مجالس ادارة وليه تقول علي المدربين محترفين وليه تقول علي العيبة محترفين واهم جزء من المنظومة مش محترف ليه صحيح مش موجود يعني ليه ما يكونش هو متخصص حكم وظيفته تكتب في البسبور والبطاع حكم ترجمة نانسي قنقر